ما اسهل المغلطات واسهل الحجات عايز اروح بس للجرائد برضو لموضوع الجرائد الانبية النهاردة انما طبعا المنظمة بتاع هيومنس رايتس ووتش يعني عاملين لنا بقى عمايل غريبة جدا المنظمة عاملة تارير هو الكلام اللي بيقولوا ده على بقالهم يلي خمس ست سنين مكررينه انما بيكلموا فيه بقى بتقول لتاريرنا ان انه ضباطوا عناصر الشرطة وقطاع الامن الوطني في مصر بعهد الرئيس السيسي مش عارف بيضربوا الناس السياسين وبشكله روتيني وبعدين بيكلموا ان فيه ستين الف واحد اتقبض عليهم المنظمة بتقول مش عارف ايه وحويل انسان شيء بشع اكاذيب بشعة بتتعمل عايز اقول للمنظمة الهيومن دية اللي هم تمين او بتاع حويل انسان محدش قال لكم على اللي بيحصل في المنمار محدش قال لكم ان الاطفال هناك بيشوهم يعني مش عارف يعني حد قال لكم اللي هم الروهين رادية تصفية عرقية كاملة بتتم هناك في المنمار محدش قال لكم على الموضوع ده ولا دي مش حقوق انسان ولا دول مش بشر انتوا مفيش في دماغ كل مصر ما طبعا المنظمات دي كل منظمات الحقوقية ما شاء الله شيء بشع انا ما اعرفش طبعا انا 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 حتى لو انا مخاول لي انها مثلا انا او غير انها هترد على ايه ده انت كل يوم كدب كل يوم كدب ده يعني اللي يقول مثلا هنا بتقول المنظمة قبل التسعتاشر معتقلا سابقا واسرة معتقل اخر تعرضوا للتعزيب بين عاماية اربعتاشر الفين واربعتاشر وانسلاشر فضلا عن محامي الدفاع ومشعارفية كما ردعت المنظمة عشرات التقرير عن التعزيب اللي زراتها من منظمة الحقوقية في وسائل اعلام المصرية تمت عملية التعزيب التي وثقتها المنظمة في مراكز الشرطة ومقارات الامن الوطني في النميع عن حق البلاد وثقتها يعني هما دخلوا راحوا الشرطة وشافوهما بيعزموا وثقوا هذا الكلام وعملوا هذا الكلام شوف كدب كدب بشاعة وبعدين ييري في حدة تانية يقول ويقول ايه بمودة بالقانون الدولة يوم عايزين عايزين يعملوا ده هو ده الكلام اللي كان بيعملوا بردعي وده كلام اللي كان واحد من النخبة وكان واحد من الجنرالات المقاهي اللي هما عادين دلوقتي بيتكلموا فيه يقولك ان التعزيب دريمة تخضع للولايات القضائية العالمية ويمكن مقاضات مرتكبية في اي بلد وعلى الدول توقيف والتحقيق طب وقطر يا بتوع يوم انتوا دولة قطر الرئيس امريكا قال ان دولة رعية للارهاب وابتدع بالارهاب وبسببها مات ملايين وبلاد اتضمرت شوفوا ليبيا وشوفوا سوريا وشوفوا اليمن وشوفوا الكلام ده محدش منكم اخذ بالو من ده بس عشان نعرف انهم يعني ايه ان دولة ظلمة وان هي حملة والحملة لن تتوقف على مصر ومعتقدش في الفترة الاخيرة وحنشوف طبعا منظمة طبعا طلعها تقرير ده ليه مدردن على لزارة الرئيس للصير وردن على الحفاوة اللي قبل بيها وردن على كم الحادات المعاهدات اللي تم الاتفاق عليها والمشروعات اللي تم عمالها كل ده رد عليها الناس مبخدين بانا من الحاجات دي اشتركوا في القناة